السادس أرسل جبرايل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العزراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيها المنعم عليها الرب معك مبارك أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك وجدت نعم عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يضع ويعطيها الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت عقوب للأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا مست وأعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك فلذلك أيضا القدوس الموليد منك يدعى ابن الله وهو زائل يصابات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو شهر السادس لتلك المدعوة عقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهو المجد دائما بدين أمين الحقيقة فكرت كتير قوي عن العدرة مريم لو حبيت أن أتكلم عنها هقول إيه واسيب إيه لقيت أن العدرة مريم ديت لو عابنا السنة كلها نتكلم عنها مش هيقضيها قد إيه البركة وقد إيه الفضائل أن نقدر نتكلم عنها لكن فكرت النهاردة فضيلة وبركة كبيرة أول العدرة مريم هتهمنا كلنا وهي أن العدرة مريم الخادمة كتير منا خد إعداد خدام وكتير منا نزل خدمة لكن العدرة مريم ترى دخلت إعداد خدام طيب العدرة مريم كانت من الرسل والتلاميذ ما عادتش الثلاث سنين اللي عادوا التلاميذ مع السيد المسيح عشان يستدموا منه الخدمة ويبقوا خدام لكن هنلاقي أن روح الخدمة كانت جوة العدرة مريم والعدرة مريم ديت عجيبة قوي في أعمالها عشان كده هوت ناس كتير قوي بتطوبها وناس كتير قوي ما بتفكر في العدرة مريم بتقول إن هي حبيبة الناس كلها طيب يا ترى العدرة مريم نهاردة وحنا نتكلم عنها الخادمة نقدر نتكلم في إيه النهاردة عشان ما اطولش عليكم هتكلم في ثلاث مؤقت مختصرين هتكلم في أول نقطة عن العدرة مريم المطيعة مطيعة طاعت مين طاعت الساي المسيح ولا طاعت مين طاعت ربنا فعلا لما ربنا قال نها إن انت هتندين ابني وتسمع منه وقالت إيه هوذا أنا أمت الرب ليكن ليق قولك وكانت مستغربة خالص طيب هي لما قابلت الملاك كانت خايفة منه أبدا بس هي استغربت خالص من النهاردة لما جالها الملاك لأن هو كان بيبشرها ببشرة عجيبة جدا وده نلاقي إن العدرة مريم كانت أكيد كتير قوي بتتقابل مع المسيح ومع ربنا وتتكلم معاه يا ترى الطاعة ديت ننفع الناس كتير قوي ممكن تدخل اختبار الطاعة ننجح فيها عاوز أقول لكم إن الناس كتير قوي حتى من الأنبياء والرسل دخلوا الطاعة وفشلوا في الامتحان لم ينجح أحد وفي ناس كتير قوي نجحت هو يا ترى الفشل في امتحان الطاعة يونان يا أكبر مثل كلنا لما نيجي نتكلم عن الطاعة نفتكر يونان ربنا قال لي يا يونان اطلع على نينوة واتكلم معهم عشان يطوب ربنا بدل ما يطلع عن يونان يونان خذ بعضه اطلع نحية تانية واتلع على ترشيش ايه ده طب ليه كده يونان ده انت نبي يعني معنى كده انت كليك لقاءات كتير اتكلم معاك ربنا معنى كده انت ممكن مكنش حديدت صوت ربنا واتلع ممكن مكنش صوت ربنا لا انت كنت عارف صوت ربنا كويس قوي ورغم ذلك عمل ايه يونان بدل ما يسمع كلام ربنا خذ بعضه وراح بالتانية خاصة كلين عارفين القصة من تاني بردك فشل في اختبار الطاعة ايه 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 فشل في اختبار الطاعة ولما جي كلمه وقال له ايه اصل المرأة اللي انت اديت هاني مشال لانا اللي جيتها ده المرأة اللي انت اديت هاني في واحد تاني بربك في العهد القديم اسمه بليعان حد يسمع عن قصته بليعان دوت ربنا كلمه وقال له ان في ناس هتجيلك وتقول لك العن ولاد ربنا العنهم وهو قدام الفلوس وقدام الناس اللي كانوا هيدوروا فلوس كتير قاعد ثلاث مرات يحاول يلعن الناس ويلعن ولاد ربنا وكل مرة يلاقي ايه يلاقي ان الكلمة بدل ما تطلع لعنة تطلع بركة ليه اصلا هو ده ولاد ربنا وفشل بليعام ان هو يطيع ربنا حكاية كتير اول نلاقيها في العهد القديم ونقول ان فيه ناس كتير اول تفشل في الطاعة والطاعة ديت اللي بينجح فيها بياخد بركات كتير جدا يا ترى بردك قبل ما نوصل للعهد الجديد فيه نجح في الطاعة ابراهيم الله ابراهيم عدونا ابراهيم نجح في الطاعة وخد كان في المية ماذا لديله كان مية في المية لما جي ربنا قال له تعالى قال له كان كلمة غريبة قوي حد فكر بالزبط كده قال له تعالى لي هات ايه ابنك وحيدك ها وحيدك وبس وحيدك لا انا ده بي فكروا بكل حاج حبيبك ووحيدك ايه ده ايه ده يعني حتى انا لو ناسي ولا انا واقف قدام ربنا انت يا رب اللي بتفكرني بكل ده اه تعالى بقى اه تعالى هات هات ابنك ده اللي انت بتحبه وقدمه محرقة ليه بيقول ايه يعني ابونا ابراهيم وبكر جدا بكر يعني صاحي الصبح بدري وعازم ان هو يعمل الامر الامر دوت يا ايه مبدأ الطاعة نجح فيه نجح نجح طب من تاني نجح في مبدأ الطاعة ابونا ابراهيم ده نجح في حاجات كتير ايه عشان كده بنسميه ان ابونا ابراهيم ده ايه خليل الله يعني صاحب ربنا حتى ثاني ممكن يكون مجح في مبدأ الطاعة فضالي سومييل سومييل نجح في مبدأ الطاعة طب ايه رأيكو في واحدة مش خادمة خالص وارملة ومعندهاش اللي عيل زغير وكان فيه مجاعة مجاعة ايوه ومجاعة بقى واجئ اليه اللي ويروح ويقولها ايه يقولها عندك اكل طول ايه عندي شوية ديئ وشوية زيت هعمل فطيرة جاي ونبني واكلهم وخلاص على كده طيب اليه بقى يرد عليها يقولها ايه طب انا حاوز اقولكو بالزبط اللي قاله اليه عشان كلكم كده تشوفوا قد ايه اليه بقى دخلها في تجربة غريبة قال لها اعملي لي اولا وبعد لما كنا انا بقى ايه اخيرا اعملي ليك والابنك اولا واخيرا وذكر في الكتاب المقدس انه بقى يلاقي اولا واخيرا يونها ربيط انا بقولك ما عنديش انا شوية ديئ وشوية زيت وهعمل فطيرة ليه ولبني وخلاص على كده مجاعة وانت جاي تطلب مني ان بدل ما تبركني ان انا اعملك انت الاول اختبار صعب اختبار صعب جدا صعب جدا نجحت هذه المرأة في هذا الاختبار الرائع جدا يا ترى ايه البركات اللي خدتها وهل الطاعة بركات طبعا البيت الوحيد اللي تبارك وقالها ايه ان القرار ديئ وكوز الزيت واللي عندك ده مش هينقص ابدا طول ما فيه مجاعة البيت الوحيد اللي كان فيه زيت ودقيق كان هو بيت الست ديت يا بركة كبيرة جدا طيب البركة الوحيدة اتقال عنها في كتاب المقدس كل الفضائل اتقال عنها ليها بركات معادة الطاعة يا ترى اتقال عنها ايه قال عنها زبيحة الطاعة يا يعني اللي بيقدم بركة الطاعة ربنا بيقدم زبيحة الزبيحة ربنا طيب هو بيقدم زبيحة ايه هي الزبيحة بس ممكن تكون خبز وخمر ولا عجله ويتبحه لا ده بيقدم مشقته لربنا لان اي حاجة ربنا ما بيضهاله قوله يا رب انا سلمت مشقتي ليك طاعة لربنا يا ترى العدرة مريم عشان تتعلم المبدأ دوت يا ترى عملت ايه و ايه الاختبارات و ايه اللي عملته هي العدرة مريم كانت مسالينا للطاعة كلنا يا ترى احنا لو دخلنا الاختبار دوت ممكن ننجح فيه ايه رأيكم ننجح نتبقى نفكر فيه ناس كتير اوي في حياتهم و ناس كتير اوي من مولاد ما بيبعوزين يسافرون و معتبرين ان الصفر ده حاجة نعمة كبيرة اوي و يجي من صوت ربنا في صوت واحد يقعد معاه في اي مكان ويتكلم معاه عن الصعوبات اللي بيلاقيها في الهجرة طيب بيستجيب ما بيستجيبش و بيسمع ناس كتير اوي تروح تخرق في البحر و ناس كتير لما تطلع من المراكب اللي كانوا بيركبوها ويرجعوا بلدهم يقول ايه لا ده انا هسافر تاني اه في مشاكل لكن احيانا كتير ربنا بيقول لك يا حبيبي في حاجات اوي ما تقابش قدامها و رغم ذلك احنا برضا بنقف قسطة كتير الطاعة بنلغيها من حياتنا والعذرة مريم تنجح في مبدأ الطاعة طيب يا ترى يا عذرة يا أم نور ممكن تكون نجح تفقي تاني غير مبدأ الطاعة مبدأ عجيب اوي بنسميه التلقائية في الخدمة ايه ده يعني مبدأ دوتا كلنا ممكن نبقى خدام حتى لما درس عداد خدام اه كلنا خدام وهو ده طلب ربنا مننا تعالوا شوفوا عذرة مريم تلقائية جات ازاي فكلنا الملك لما قرنا في الانجيل لقى كده وقت قال لها ايه قال لها هتعمل ايه قال لها ان انت هتبقي حبلة عن منجيل طيب وحب يديها مثل وقال لها مين هوزة نسبتك هي كمان في الشهر السادس طيب وانت يا عذرة مريم هتعمل ايه بيقولوا ايه عذرة مريم في تلك الايام عملتين عذرة مريم قامت وراحت لبيت يهوزة بسرعة عشان تخدم نسبتها حد قال لها ان هي تروح تخدم الملك قال لها يوسف النجار قال لها روح اخدمي لسابط طيب وين اللي قال لها ما حدش قال لها خالص هي من تلقاء نفسها لان جوها حب الخدمة هي قامت عشان تخدم طيب لو هي ما كانتش راحت حد كان ممكن يلوم العبرة مريم ده هي في التلاث شهور الاولى للحمل وكلنا عارفين التلاث شهور الصعبين جدا واي حاجة ممكن ما تعملهاش المرأة الحامل في الوقت ده ما حدش بيتكلم مع نفس المشوار وذا رحيته لحد عن ده نفس المشوار اشكرك هي زمان اللي كان في عربية ولا اي حاجة كنا هنركب الناقة ونروح طيب المشوار دوت يريحك يا أمنا هيريحني ليه لان عندها خدمة تلقائية الخدمة اي حد ماحتاج خدمة انا هروح عشان اقعد معا في الخدمة ديت التلقائية في الخدمة ديت يا ترى موجودة جوانا يا ترى لو انا النهاردة جات لي فرصة ان انا اخدم جاري وان اخدم جارتي ممكن اخدم اشكرك في ناس سكتت خالص وفي ناس قالت اه اخدم طيب انا احكركوا قصة عجيبة جدا عن الانبى سربون ابو طرحة نسمع عنه ابو سربون ابو طرحة ده كان ملقب ابو طرحة وكان اسكو في المنوفية واسكو في المنوفية دوت كان قاعد في مرة في المجمع وكان معاك كان اكهنة ومعاك ناس من اكليروس وقالولوا ان في بنت وقعت في الخطيئة وموجودة البيت خطيئة دلوقتي ساب كل حاجة وسب الابرشية بتاعته ونزل عشان يخرج البنت دي من الخطيئة ما كانتش الاسكوفية بتاعته ده كانت الاسكوفية اللي تتبع لها البنت دي تتبع للبابا معناك لو هو مايرحش المشوار ده كان حدش هيكلم معاه مشتبع الموقع بتاع ومشتبع لكن الخادم النهاردة كل الخدام وكل الناس اللي كانوا عادين مع الانباء صرب أمون عمل وإيه قاعدوا وفين الخدام وفين الكهنة لكن واحد بس هو اللي تحرك وعمل خب بعضه وسب وراحل مشوار ده ما هموش لما يجي يدخل بيت زي كده ويدخل شارع زي كده هيقول علوه هيقوله هو ده الأسكف هو ده رجل ربنا أيها رجل ربنا يبقى تحت رجلين أي حد هو ده الخدم الحقيقي كثير منا ممكن نبقى خدام طيب إيه اللي نقدم ربنا طيب اللي نقل الجبل المعطم كان ليه درجة أسكف أبدا كان رجل بس خالص وكان إس كافي يعني تعجز بس إحنا بنحاول نجمل الكلمة كده فنديها لقب نقول إسكافي نيجي نسيب كل حاجة ونقولها باللغة العربية ونيجي عند الحتة ديت ونديها إيه اللهجة العربية إسكافي لا هو بتاع الجزم هو صوانع جزم وبرغم ذلك لما جات الخدمة وتطلب منه كان بيعملها كان بياخد القربة الصبح ويحط فيها مية ويطلع يوزع على الناس لأنه ما كانش فيه حانفيات زمان هي دي خدمة بسيطة خدمة بسيطة بس كانت فعيل ربنا شاكلاه إيه خدمة كبيرة جدا لدرجة لما حصلت المشكلة العبرة مريم قابلت البابا ابن إبراهام ابن زرعة وقالت له إن فيه بره على باب الكنيسة بره هتلاقي فيه راجل حامل جرة مية بسلواته هيتنقل الجبل يه بالدرجات طيب أنت عملت إيه ده كان فيه ناس كتير قوي خدام في الموقت ده كان فيه ناس كتير قوي وربنا لا يترك نفسه بلا شاهد أو بلا كارث يخرج سمعان الخراث دوت ليكون شاهد للمسيح طيب من تاني عندنا ممكن يشهد بالتلقائية دي نعرف أبونا يوسف أسعد أبونا يوسف أسعد ده شخصية عظيمة جدا كان في الجيزة وعب كهنا كميل جدا وقالوا برضو أن في شارع الهرم في بنت مسيحية وبتشتغل هناك في شارع الهرم ما كان منه إلا جري جري بالرغم أن فيه ناس كتير قوي كان عارفين صمعة البنت دي لكن هو الوحيد اللي رحلها البيت التريقت عليه وضحكت عليه وقالوا أنت جايين ليه وما سبهاش اللي لما جابها للمسيح وبيقولوا أن يوم نياحتها وقت نياحتها لأوا أن فيه بخور طالع منك الصندوق بتاحها يعني ما حولهاش بس المرأة تائبة دحولها لمرأة قديسة عظيمة هو ده عمل الخادم العظيم الخادم مش لازم يكون خادم بس في الكنيسة مش لازم يكون كاهن مش لازم يكون أسقف الخادم هو خادم في أي وقت نلتي عدرة مريم كرامة كرامة بنتكلم معاها ونكلم ونقول يا سلام العدرة مريم عنا لتحاجات كتير قوي ولها تلبط كتير لها الطاعة ولها التلقائية في الخدمة يا ترى يا عدرة مريم نلتي إيه فضايل تاني نلتي في فضايل كتير قوي يا هاب الكتير قوي اللي معاود نفكر فيها نقول قد إيه عظمة هذه المرأة اللي استحقت أن يولد منها السيد المسيح طيب فيه كمان شخصية عجيبة قوي وكلنا نذكرها وأخيرا بيتقال في المجمع في صلاة المجمع أبونا بيذكروا حبيب جرجس تسمع عن حبيب جرجس حبيب جرجس ده كان علماني ولا ليه رجبة كهنطية ولا كان أسكف ولا مطرام ولكن بصلوات هذا الشخص حبيب جرجس عمل حاجات كتير قوي عمل مجالس الأحد ولما جاء سيدنا البابا بيتكلمنا عن حبيب جرجس يقول إيه أستاذنا حبيب جرجس بيتكلم عن حبيب جرجس بيتقول إيه أستاذنا أه أستاذنا خد لقب أستاذنا أه هو أستاذنا هو استطاع إنه هو ينشئ مدارس الأحد وينشئ الوعظ اللي في وقت كانت الكنيسة الكنيسة كل اللي بيحصل فيها أداسة كان الناس تجي تصلي الأداس وتمشي وحصل إنه في الوقت دوت كتير كتير من الكنيسة الأخرى بدأت تتسلل لمصر وما كانش حد واقف قصادها لكن لما بدأ الوعظ وبدأ النهضات الكنيسة اللي احنا بنشوفها دلوقتي كانت بسبب هذا الشخص بدأنا نعمل نهضات بدأنا نعمل مؤتمرات حبيب جرجس هو أول من زرع مدارس الأولى مدارس الأحد جوا الكنيسة طيب هو لقى الدنيا مفروشة كده والناس قربوا بيجاء سلام أهلا وسهلا صدقوني أول ناس وقفوا ضده ممكن يكون رجال الكليروس نفسه وهونت جاية تعمل لنا إيه لكن ببركات هذا الشخص العظيم حبيب جرجس أصبحت الكنيسة في نهضة روحية حتى يومنا هذا وإحنا مدينين للوعظ اللي احنا بنتكلم فيه والاجتماعات بتاعتنا دي لحبيب جرجس التلقائية في الخدمة هو ما استماش ياخد من حد ويجي ويقول واسطحنا أحاوز أروح بسرعة عشان أعمل ندارس أحد لا هو صلى وطلب من ربنا وخدم ولاد ربنا عشان كده بقولكم ان التلقائية في الخدمة ديت مش محتاجة معلم يعلمنا ولكن هو حب ينبع من الداخل لمين لولاد ربنا هل عندنا الحب دوت سوقه تماما التلقائية في الخدمة لو جبنا خادم وعدناه عشر سنين جوه وعداد خدام ممكن يتعلم التلقائية في الخدمة؟ أمدا يا ما ناس بتدخل وبتخرج ويبقوا عصرة لشعب ربنا وناس كتير قوي تترك تسيب الخدمة بسبب الخادم دوت خادم الفلاني ده كان تعبان قوي تعبني وتعب الناس كله لكن يا ترى التلقائية في الخدمة عملت ايه؟ رجعت ناس كتير قوي للحظيرة ناس كتير قوي ما بتنتظرش ان أبونا اللي مكبل بخدمات كتير قوي عشان هو يخبط على جارهم و جارتهم وتقول لها ده في اجتماع سيديت تعالي حضري معي ده أنا هعد عليك و انا رايحة و انا واثقة ان ربنا هيلمس قلبك و يتكلم معك ينفع نعمل الموضوع ده؟ ينفع لو عندنا حد وعافية ان هو من الجيش الكنيسة نقدر نخبط عليه و نقول له احنا راحنا الوداس هنعد عليك تلقائية في الخدمة طوشئ حب في المسيح ناس كتير قوي مش خدامه لكن استطاعوا يجذبوا الاخرين للمسيح بسبب هذه البرقة العظيمة اللي تعلمناها من العدرة مريم يا ترى عدرة مريم النهاردة كمان تعلمين ايه؟ يا رأيكم تفتكروا ممكن ايه تاني تعلمهن العدرة مريم طبعا لها فضال كتير قوي لكن لما انا فكرت في العدرة مريم الخادمة لقيت حاجة دايما يقولون عليها ان انت يا مسيحية بتتكلموا عنها الشفاعة ايه دا يعني الشفاعة حد يعرف يديني تعريف الشفاعة يعني معنى الشفاعة ايا ايه؟ الله جميل او لا الصلاة من اجل الاخر انا بحب جاري بحب جارتي بحب اخوي بحب ابوي بصلي عشانه و هي دي الشفاعة بس بس هي دي الشفاعة في ايه رأيكم لو احنا كنا شفعاء لكل اللي حوالينا تعالوا نشوف العدرة مريم ما عملت ايه في الشفاعة وبعد كده نتكلمونك هل احنا نعف ان احنا نتعلم الشفاعة من العدرة مريم؟ العدرة مريم راحت في مرة عرص الخامة الجليل واحنا عارفين الحفلة ديت وعارفين اللي حصل فيها وكان الخمر وعلى فكرة الخمر ده كانت كانت حاجة زي الشرباب دلوقتي هو بيتقدم دلوقتي في الأفراح وكان خلص وكانت حاجة حرك كبير جدا لأهل العريس ان هو مش عارفين يقدمه ودخلت العدرة مريم وقالت لللاس الخدام اللي هناك وراحت طلبت من ابنها وقالت له ايه؟ ما عندهمش يا شفاعة قال لها ايه ساعتها وحب يقول لها منشوف كده ان انت لسه ساعة ما جاتش لكن العدرة مريم قدقين هي توسلت وتشفعت من أجل هؤلاء اللي احنا النهاردة بنحضر الفرح بتاعه كان ايه البركة اللي خدوها ايكل الخدام مهما قالوكوا اعملوا اصلي عارفة عارفة الحل التالت اللي ممكن يقدمه المسيح وهو الحل الاول فيه خمرة والحل التاني انه ما عندناش خمرة فيه حل تالت دايما ربنا هو صاحب الحلول التالتة اللي هو الحل اللي احنا كلنا ما يختلش على بنا مين كان يعرف الموضوع ده؟ العدرة مريم طبعا فعشان كده لما قالت لهم اي حاجة طلبها منكوا اعملوها انا عارفة ايه بني ممكن يطلب منكوا ايه اعملوه وفعلا لما جي طلب منهم طلب منهم طلب غريب اوي قالوا ايه؟ قالوا الاجرام مية بنقولك ان الناس ديت الخمرة فرغت منهم لكن العدرة مريم اداتهم نصيحة مهما طلب منكم اعملوا وما ملل اجرام مية ووزعه على الشعب رسئيس المتكأ او اللي هو الدفت الكبير اللي في المتكأ استغرب قوي وقالوا انت مقدم خمر جيد ياه؟ اه؟ اصحوا دوت الماء المتحول الى خمر غير المسكر هو دي الشفاعة اللي نتقدم بيها النهاردة احكيكم بسا للشفاعة كده كان ابونا ابو من الاباق بيحكي هنة بيقلنا ان في شخص راح قال له يا ابونا انا بطلب منك حل ان انا اخد يومين سيام فاستغرب ايه يا ابونا وقال له في مشكلة معينة قال له لا مفيش مشكلة بس انا عاوز يومين سيام وبعد كده هقعد شهر اصلي فقال له طب ما له يا حبيب طب احكي لي الموضوع فقال له انا سيدنا البابا سمعت له وعزة والوعزة دي بيتكلم فيها عن ان احنا نصلي من اجل الناس الوسانيين ونصلي من اجل الناس اللي موصلهمش الامان فانا فكرت كده وقلت انا اصلي من اجل الصين فابونا بيقول انا سدقوني ان استغربت قوم الكلمة فقال له الصين قال له الصين الشعبية فقال له الصين الشعبية طب انت هتعمل ايه قال له انا هاخد يومين الصيام وهقعد اصلي ان ربنا يبعت لهم عشان يصيروا مسحيين بس هياخد بركة الصلاة وهيصلي من اجل الشعب دوت خدمة خدمة جديدة صدقوني الكنيسة بتاعتنا محتاجة قلوب ترتفع فقال ربنا اكتر ما محتاجة وعظ محتاجة كلنا نصلي احسن من كلنا نسمع وعظ كتير اوي بنسمع وعظات وكتير اوي لو احنا مسكنك ريكوردر في البيت كده وسمعناه ممكن يقول كلام اكتر من اي وعظ يقف يتكلم فيه انا هروح فين في سيدنا البابا ابو الوعظ لا تفيه ناس كتير اوي كان عندهم وعظة لكن الشخص اللي بيقف قدام ربنا هو يصلي هو بيقدم ايه بيقدم انجيل انجيل مفتوح لكل الشعب هو واقف يصلي وربنا بيسمع لكل دوت فاكرين بنص الرسول بنص الرسول ده كان عجيب اوي بنص الرسول كان يغدوه وينوه في السجن وبعد كده يستغربوا او يلاقي كل الناس اللي في السجن هم كمان وقفين يصلي من اجله طب يا ترى لما بتدخل السجن بتقابل بيه بتقابل ناس رهبان وناس زوج قيمة كده في الكنيسة ابدا ده انا بقابل المحتقرين في العالم وزمان كانت السجن معروف ان ليه سلسلة في الايد وسلسلة في الرجل وبتتربط في اخر السجن عشان هو لما يجي يعدي في جوه السجن بتاعه يبقى ماشي في مساحة صغيرة قوي يقب بلص الرسول يصلي ولما يجي يصلي يحصل ايه بيقولوا ان وقف صلة وكل المساجين وقفوا يصلوا معاه ولما صلة الصلوة العجيبة ديت اهتزت ارجاء السجن يعني اهتزت يعني كل السلاس اللي في قديم وقعت يعني السلاس اللي في قديم وقعت يعني الابواب كمان ساحت ووقعت والحديث كله كل الابواب اتفتحت بركة بقى الناس بقى الابواب اتفتحت هياخدوا بعضهم ويعملوا ايه فرصة بيقولوا ان رئيس الجند جي الصبح واستلى سيفه عشان يعمل ايه رح الموت بولس هو مش شايد بولس ايه موت نفسه لان دي محكمة عسكرية لكن تخيلوا واقع النهاردة الصوت بيجي له ايه احنا كلنا موجودين قالوا انا وعارفك انت بولس ايه انا عارفك طبعا رجل الله ورجل صلاة طب الناس اللي معاك دول دول الناس مغرمين مبغوش مجرمين مبغوش مجرمين الصلاة لها فعالية قوية جدا تحول الزئاب الى حملان هي دي بركة الصلاة طب الصلاة ديت محتاجة خبام ومحتاجة ناس تعلم همه ابدا بالعكس هي محتاجة قلب مرفوع لربنا محتاجة قلب مرفوع لربنا محتاجة قلب مرفوع لربنا ولي صلاسول في وسط الناس ديت هو وقف يصلي بس وكل الناس ربنا لمس كل قلب موجود في السجن لدرجة انه مش بس وقف يصلي ده تاب عن خطيته ووقف ومهربش كانت قد ايه ان لمست قلب رئيس السجن نفسه وتحول رئيس السجن ان يقوله النهاردة لما تخرج من السجن اول بيت هتيجي هتيجي بيتي انا عشان اقامن انا واهل بيتي اذا الصلاة غيرت الناس اللي في السجن وغيرت الجنود اللي وقفين قدام السجن غيرت ناس كتير قوي هو ديت بركة الصلاة وهي دي الشفاعة كلنا ممكن نعمل كده ناس كتير قوي بتحريبنا وتقولك ايه الشفاعة ديت؟ ويعني ايه ان انتوا تشفعوا بالقدسين واحنا بنقولهم ان احنا ممكن يكون لنا شفاعة قدام ربنا من اجل بعضنا البعض صلوا من اجل بعضكم احنا بنصلوا من اجل بعض فاتخيلوا كمان ان احنا بنطلب من الناس اللي وقفين قدام عرش النعمة ان يصلوا من اجلنا ويتشفعونا امام عرش النعمة ليلا ونهارا طيب واحنا بقى واحنا في العالم ربنا بيدينا بركة قدية تعالوا شوفوا الان بابولة اللي بنسميه اول السواح لما قابل ابا انطنوس تكتشفوا حاجة عجيبة اوه لما جيه اول ابا انطنوس سألوا اسئلة غريبة اوه بيقولوا هل المطر بيجي في اواني طبعا سؤال دوت لو سأل لواحد في العالم انت ايه في ايه انت تمهين سنة اللي عدت في البرية عاملوا معاك ايه؟ سأل السؤال دوتا ان هو بصلواته كان ربنا بيرسل المطر في اوانه وكان نهم جدا في الوقت دوت الزرع طبعا من اجل الزرع ومن اجل الفيضانات اللي كان بتحصل ان ما يبقاش في فيضانات والمطر ينزل في اوانه فلما جيت قابل مع الاب انطنوس سألوا على كل الاسئلة اللي كان بيصلي من اجلها في العالم واكتشف الاب انطنوس ان بصلوات هذا القديس اللي كان موجود في البرية الشعب متمتع ببركات كبيرة جدا هي دي بركة الصلاة هي دي الشفاعة هو صلة من اجل الاخرين يا ترى العدرة مريم عملت ايه؟ هي تشفعت لابنها من اجل الاخرين نقدر نحن نتشفع ونطلب من اجل الجرمة طب انا جاري جاري دوت او جارتي انا كرهاها يعني هو انا مش جاري بس اللي انا كرهم ده نجوزي وزوجتي في البيت انا كرها اعرف اصللها ايه رأيكم هقع في اختبار جديد هو ان ربنا بيقول لي ان الشخص اللي انت شايفه في العالم وانت ما بتصلهوش يا ترى تقدر ان انت تقف تصلي وتحبه وانا عشان اصلي الواحد ازم احبه وعشان كده ربنا قال حتى اعداءكم حبوهم تخيلوا ان احنا في بيوتنا ما بنحبش بعض وتلاقي الاخ واخته ما بيحبوش بعض والاخوات ما بيحبوش بعض هنصلي من اجل بعض ازاي طب يا ترى ازاي ازاي بتصير حملان انا حاوز اقول لكم ان ربنا ادينا عمل عظيم جدا حتى جو بيوتنا اتكلمنا في الموضوع ده وقولنا قبل كده فاكرين كده اللي حضر معايا اتكلمنا ان عقد الجواز ده فاكرين العقد ده وتقولنا من كم طرف ثلاثة شكرك ثلاث اطراف تخيله العقد الوحيد في الدنيا دي كلها اللي ليه ثلاث اطراف مش طرفين بس كل عقودة الدنيا لها طرفين بايع مستأجر اي حاجة هو طرفين لكن عقد الجواز ده لان هو مش بيع وشرة ربنا بيقول هو ليه ثلاث اطراف طب الزوج والزوجة وعرفناهم من الطرف التالت ربنا ربنا وبعد كده هو ماسك في ايد الزوج والزوجة يبقى ثلاث اطراف طيب في المعادلة دي مين نمرة واحد ربنا طب مين نمرة نمرة اتنين الزوج والزوجة الزوج والزوجة هما الاثنين متساويين في الحقوق والواجبات وهما الاثنين نمرة اتنين تخيلنا كل بيوتنا كل بيوتنا اعرفنا ان احنا في المعادلة دي نمرة اتنين هنعمل ايه مع بعض كل بيوتنا نمرة واحد انا كلمتي اللي تمشي انا الكلمتي و انا رأيي و انا الولاية في البيت دوت كان باز و ناس كتير اول نسمع من الامهات انا الولاية كوة و اولاية دي انا كنت يا سبت في البيت و امشيت لكن لو عارفت الام و عارف الزوج ان هو في المعادلة رقم اتنين و ان رقم واحد هو ربنا يا ترى المعادلة هتختلف هتختلف كتير قوي ان البيت دوت هو مفتوح بربنا ان هو رقم واحد و رقم اتنين هو احنا الاثنين احنا الاثنين رقم اتنين هنتعلم فيه ان كل واحد فينا وهو واقف عارف ان هو رقم اتنين فبيفضل التاني لان هو هو معاف المعادلة هيقدر يصلي لزوجته والزوجة تصلي لجزة ولا لا طيب الزوجة هتبقى ايه ساعتها بركة لجزها في البيت نسمع ام الغلابة و نسمع الناس كتير قوي كانوا عارفين المعادلة كويس قوي و كانوا عارفين ان هما رقم اتنين و متزعلين ابدا وبسبب هذا الرجاء ان هما رقم اتنين سابوا بركة لبيوتهم عشان كده كلنا نصلي من اجل اولادنا و نصلي من اجل ازواجنا و زوجاتنا و نحس قدية ان احنا فاعلا في بيوتنا ممكن نكون سبب بركة ليه طيب اللي يبقى سبب عصرة في بيته يبقى رقم واحد رقم اتنين رقم عشرة للاسف مانوش رقم شكرك مانوش رقم خالص مانوش رقم صرنا قزارة للعالم ايه ده لقب غريب اوه ليه رب بتقول علينا كده الحاجة الوحيدة اللي ربنا اتكلم فيها ان قد ايه القزارات الوهشة فقال ان الاسخاص دول احنا لما صلناش لبعضينا احنا لما خرجت مننا النعمة صرنا قزارة للعالم يعني ايه الكلام ده يعني صرنا قزارة العالم يعني العالم ما بقى يشوفنا يقوله هم دول ولاد المسيحة ده زمان لما كان واحد مسيحي يقابل واحد واسني كان الواسني دوت لما قابل واحد واسني يقوله ايه ده عام انت قابلت واحد مسيحة ولا ايه كان ليه يقوله كده البركة البركة اللي موجودة كان بتتنقل يا ترى البركة دي موجودة دلوقتي احنا لدينا بركة في بوتنا طب كتير قوي بتحصل مشاكل وطبعا احنا عارفين ان الله بيت مفيش يخلو من المشاكل واحيانا ربنا بيوجد المشكلة عشان يدي بركة جوه البيت دوت طيب احنا جوه بيوتنا بيبقى شكلنا ايه شكلنا ايه في البركة في البيت احنا جازم يكون بركة للبيت دوت عشان كده النهاردة عاوز اقولكو ان العدرة مريم نكحت في ثلاث اختبارات من اهم الاختبارات اول اختبار الطاعة ولو احنا عندنا الطاعة في بيوتنا هنعمل ايه هنطيع الزوجة هنطيع زوجته واللي هيقول انا نمرة واحد وهي نمرة اتنين الزوجة هتقول هو نمرة واحد وأنا نمرة اتنين هما الاثنين هيعرفوا انه في المعادلة هما نمرة اتنين وربنا رقم واحد يا عدرة ماءم النور علمتينا التلقائية في الخدمة ايه التلقائية في الخدمة خليتنا نعمل ايه كلنا نصير خدام كلنا مدعوين للخدمة والخدمة في العالم مش محتاجة حد يخبط علينا ويقولنا روحوا اخدموا لا كل واحد هو مدعو لو ان قدنا الله ان يخدم الاخرين ويخد البركة الجميلة دي تلت حاجة قلنا فيها ايه شفاعة كلنا نصلم اجل الاخرين وهذه الصلاة الجميلة ربنا ينتظر ويسمع الصلاة الجميلة ويقولك ايه الحاجة الوحيدة اللي قال عنها ان ربنا بيشتم ريحتها كده زي البخور ويقول عنها ان هو بيسكت صوت الملايكة عشان يسمع اصواتنا وبنشترك مع الملايكة في التزبيح والتمجيد والصلاة امام عرش النعمة يا ايه ده البركات اللي حد ناخدها ديه في الشفاعة اي واحد بيقف يصلي من اجل الاخر بيعمل ايه بيصير شريك شريك لمين مين بيقف قدام عرش النعمة يصلي الملايكة اذا احمى بنصير كالملايكة امام الله وامام عرشه لما بنصلي لو تعلمنا فعلا هنحس ان احنا فعلا مش محتاجة خادم مش محتاجة عداد خدام لكن محتاجين ان احنا نقف قدام العدرة ونقول الله يا عدرة والنور نلتي بركة ونلتي شفاعة ونلت بركات كتير قوي شكورك شكورك